اشتركوا في القناة من بينها أننا نتعرف على اسم الأسماء الله الحسنى اللي هو الهادي ونقتنعوا بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يهدينا إلى طريق الخير إذن جميل جدا وضعتكم في الصورة كنتمنى عليكم خديث المقررة فتحتوا الصفحة رقم 18 نبدأ أولا نقرأ نص الانطلاق أقرأوا وأفهموا نحاول القراء ومن بعد نشرحوا المعاني دياله مفهوم جيد جدا نبدأ رجعت فاطمة الزهراء من المدرسة على كرسيها المتحرك وهي تردد نشيدا أحب ربي إذن نشيد هو أحب ربي أحب ربي أحب ربي بكل قلبي فقد هداني لخير دربي أحب ربي أحب ربي سمعها أخوها سعيد فقال لها صدقتي يا أختي فسبحانه لخالق الهادي جيد جدا أعيد رجعت فاطمة الزهراء من المدرسة على كرسيها المتحرك إذن فاطمة الزهراء هي واحدة فتاة من دوي الاحتياجات الخاصة لهي كتحتاج دائما تكون فوق كرسي متحرك لكي يساعدها على الحركة مفهوم جيد جدا إذن رجعت من المدرسة وهي تردد نشيدا النشيد بعنوان أحب ربي يقول النشيد أحب ربي أحب ربي أحب ربي بكل قلبي أي أن الحب دي الله سبحانه وتعالى بكل قلبي فقد هداني لخير دلبي أحب ربي أحب ربي جيد جدا سمعها الأخ دينا سعيد فقال لها صدقتي يا أختي فسبحانه الخالق الهادي فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلقنا وهو الذي هدانا إلى درب الخير وإلى طريق الخير وإلى الطريق لكلها صلاح وكلها مستقيمة مفهوم جيد جدا إذن نحاول أن نجاوب على الأسئلة الخاصة بالنص من بعد ما شرحناه من هدانا إلى طريق الخير إذن نجيب في ورقة إذن الله تعالى هو الذي هدانا إلى طريق الخير الله تعالى هو الذي هدانا إلى طريق الخير مفهوم جيد جدا نسمم سؤال آخر أذكر آية يطلب فيها المسلم الهداية من الله تعالى إذن نحاول أننا نتذكر واحدة آية يطلب فيها المسلم الهداية من الله سبحانه وتعالى هي آية من أول سورة جاءت في القرآن الكريم وهي سورة الفاتحة والآية تقول أعود بالله من الشيطان الرجيم إهدين الصراط المستقيم صدق الله العظيم أعيد أي يطلب فيها المسلم الهداية من الله تعالى إهدين الصراط المستقيم إهدين الصراط المستقيم أي إهدين إلى طريق الخير والطريق السوي والمستقيم مفهوم جيد جدا نسمم أستنتج أكبر نعمة أنعم بها لهذه سبحانه علينا أن شرح صدورنا وهدانا إلى الإسلام فعلا فالله سبحانه وتعالى هدانا إلى الإسلام هدانا إلى النور هدانا إلى الصواب هدانا إلى الاستقامة هدانا إلى أشياء جميلة جعلت حياتنا أكثر جمالا بتقرب الله سبحانه وتعالى وباتباع دينه الحنيف مفهوم إذن أعيد أكبر نعمة أنعم بها الهادي أي المقصود هنا بالهادي هو الذي يهدينا وهو الله سبحانه وتعالى الهادي سبحانه علينا أن شرح صدورنا أي شرح صدورنا وخلها مستعدة لأنها بكل شوق يعني تطبق تعالين دي الإسلامي دينا وهدانا إلى الإسلام جيد جدا الحصة الثانية ثالثا تمرين رقم ثلاثة نقرأ السؤال ألون الجواب الصحيح معنى قول الله تعالى هدين الصراط المستقيم ما معنى هدين الصراط المستقيم شرحتها سابقا واش دلنا على طريق الباطل أو أرشدنا إلى طريق الحق أكيد أن الجواب الصحيح هو أرشدنا إلى طريق الحق ألحق إذا قمتم تلوين الجواب الصحيح مفهوم جيد عملوا الفراغ بما يناسب الصراط الهداية توجهنا إذا نحاول نوضع كل كلمة في المكان المناسب جلها كلما توجهنا إلى الله تعالى في صراطنا طلبنا منه الهداية إلى الصراط المستقيم جيد كلما توجهنا يعني فيما كان نمشي الله سبحانه وتعالى في الصراط كان نطلبه منه الهداية إلى الصراط المستقيم مفهوم جيد إذا نسمي أكتب بخط جميل الله رب العالمين هو الهادي إلى الصراط المستقيم إذا حاولوا استعودوا الكتابة هذه الجملة هذه بخط يكون جميل جدا حاولوا أنكم ما تكبروا حروف بزاف وما تصغروا عش بزاف الخط جلكم يكون متناسق بش يكون جميل جدا وأنيق جدا جيد نتمم رقم أربعة أحفظوا ألتزموا قال تعالى الذي خلقني فهو يهديني إذا أعود بالله من الشيطان الرجيم الذي خلقني فهو يهديني إذا هنا صورة الشعراء الآية رقم 78 بالنسبة لهذه الآية هي آية جميلة جدا فالله الذي يخلقناه هو يهديني أكيد كانت مننا أن الدرس دي اليوم كان واضح كانت مننا أنكم تقوموا بالمراجعة ولو أنا كانت المقرر عندكم مختلف حاولوا تتبقوا معي الدرس دي اليوم أنا متأكدة سيتستفدوا وستعرفوا الجواب حتى في المقرر ديكم لأنه مهما اختلفت أسمع المقررات إلا أن الدروس كانت بقى واحدة مفهوم إذن كذلك كنبغي نشكر جميل أمهات والأبها على التعاليق الجميلة على الجيم اللي كانت وصل بها شكرا لكم من القلب كنتمنى من كل قلبي أذن أن يكون مفيدة لكم كذلك الناس اللي يتعبون إلى فيسبوك بالنسبة لن يتعرفون فيسبوك صفحة فيسبوك نخلي لكم الرابط دي لأب صندوق الوصف مرحبا بكم سواء على اليوتيوب أو على فيسبوك الأهم هو أنه يستفد معنا أكبر عدد تلميذ أو التلميذات من تروس دينا اللي هي بسيطة جدا ولكن مفيدة جدا وهذا هو الأساس وهذا هو الهدف ديلي نتلقى معكم إن شاء الله في درس قادم وإلى اللقاء